في منتخبنا الوطني حاسين ان هو واقف على رجله. هو منتخب تقيل ليانی...... بلغة حتى"... كرة بتاعاتنا کورة القدم يعني بس.. منتخب تقيل واقف على رجله ای! دا مجددا انك اللقين عليه هو بلعب مه pieces يعني انت المنتخب دا بدأ اعداده اعداده بدأ من اربع سنين الاعداد المنتخب دا بدأ من اربع سنين المنتخب دا فيه عناصر كسبانين كاساعالم لعبه في المنتخب اللي موجود دا لعبه كسبت كاس أالم فالليفل بتاع البطولات دي كاس بكاس عالم ناشئين صح في لعيبة واغدين التالت عالم شباب صحيح فالليفل بتاع البطولات العالم أو المنافسة في بطولة عالم يعني كل اللعاب دي عشته ده واحد اتنين عندك سبعة تمن لعيبة بيلعبوا في أوروبا بيلعبوا في دوريات كلاس A بيلعبوا في دورة أبطال أوروبا فدولة مع العناصر الشابة اللي تلعت بتلعب في المستوى بتاع بطولات العالم عاملين ميكس دلوقتي ما شاء الله رهيب بجد يعني عندنا الجيل أنا وجهة نظري ده أجمد جيل جه في اللعبة دي في مدار تاريخها ياه ده أجمد جيل ده أجمد جيل ممكن نوصل معا الحد فين الطبيعي يعلق مدالية يعلق مدالية الطبيعي أنك إنت دهما بيجي نصنف منتخبات العالم بس طبعا ربنا يبعد عنهم الإصابات ويكملوا وما نيجي نصنف منتخبات العالم لو قلتلك على خمس ست منتخبات مصر موجودة وسطيهم على طول وابقلنا اتنين كاس عالم في سابع ثامن آخر ألمبياد دخلنا رابع فالقصة دلوقتي أنت مش نقصك حاجر أنك تعلق مدالية ده الطرجة المفروض اللي الجيل ده يعملوه إن شاء الله إن شاء الله يعملوه البطولة دي لأ لما أخد الجملة دي من الكابتر حمد الروبي اللي هو عايش جيل عظيم جداً وأسطوري منتخب مصر الكرة اليد لما تقولي إن ده أفضل جيل في التاريخ فخلاص أنا هامش أوراك لأ ما هو أفضل جيل لأسباب لأسباب في الهند بولزة نفسية أنت تتكلم في جيل كامل أنت متتكلمش يعني كان في عناصر مميزة عظيمة بالضبط إحنا كنا فرقة كويسة كنا جيل جيل كويس بس مش كل المراكز كانت كاملة عندنا عندنا بعض الدروبات في بعض المراكز لكن الجيل ده كل المراكز موجودة فيه كل المراكز هو طبعاً هو يحي خالي الغياب يحي خالي طبعاً في المستوى اللي بيلعب فيه شيء طبيعي للأصل بس حد وقتنا هذا حد وقتنا هذا محصر رمضان ومهاب ما شاء الله عاملين مستوى سدين فرق كبير من عدم موجود يحي خالد آه مش شرط يبقوا يحي خالد بس على الأقل قريبين جداً آه لا سدين فرق دور بأيمين بدورهم على أكمل وجه إن شاء الله لكن طبعاً يحي خالد كان كان إضافة أكتر فريق معنا فكرة أنه عندنا محترفين كتير موجودين في أوروبا في منتخة كورت اليد هو ده الرافع مستوى الفرق دي كده الرهبة الرهبة الفكرة إحنا مثلاً في جيلنا كانت وصلنا المراحل دي ليه؟ إن إحنا كانت كل ما كانش عندنا محترفين ساعتها ما كان الإحتراف مقوفة بس وصلنا للمرحلة دي إن كانت كل معسكراتنا في أوروبا فالرهبة إنك أنت بتلعب فرق أوروبا راحت منك في كم المعسكرات اللي كنت عايش فيها في أوروبا الجيل ده عندك 8 لعيبة عايشين أصلاً في الليفل ده بيلعبوا في الليفل ده الرهبة أصلاً مش موجود عندهم فخلاص فبينزل بيلعب في نفس المستوى اللي هو بيلعب فيه في أوروبا ترجمة نانسي قنقر